كمان انا مستمرين بقى معك على طول يعني اكرم توفيق واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيقدي اداء مميز جدا اكرم مبروك اكرم ثقة واداء واسلوب وعندك اصرار كبير وعزيمة مع النادي الاهلي مش جديدة عليك الكلام ده اكرم لكن لسه منتظرين منك اكتر من كده مبروك النهاردة فوز مهم باداء مميز جدا مع النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى اداء فرقية النهاردة وعلى الجون نتمرن كويس عشان خاطر نفرح الجمهير وبنموت نفسنا في التمرين وبننزل الملش بنطبق اللي بينطلب مننا وان شاء الله نكون عنده حس وزن الجمهير يعني ونفسها قوية جدا وممكن عندنا عناصر مميزة جدا وتحديدا فاصل مرعب لكن انا بشوف اكرم عنده تحديات كبيرة وعنده سيخة بل ينتظر الفرصة الفرصة بتيجي من عند ربنا بيتواجد فيها بشكل كبير جدا شغالت زي الفترة اللي فاتت والحوافز والدفعة الكبيرة اللي بنقالها موسيماني وبنقالها الجزء الفاني الاكرمي لا والحمد لله انا راجع يعني مش راجع ان انا هرج راجع عارف دوريه كويس عارف النادي اللي انا فيه النادي اللي انا فيه عايز كل يعني كل ما بيطلع من بطولة بيخش في بطولة تانية والاحق الى ان هو بياخدها فبنموت نفسينا عشان خاطر النادي موسيماني يعني دايما بيتكلم معايا بشكل كويس يعني في حتة الزيادة دي كان دايما بيقولي زيد زيد هو بيشوفني النهار دا يعني تقريبا تفرج عليها في الجونة فكل كنت بزيد دايما فالحمد لله رب العالمين يعني انا بنتظر يعني زيادة اللي اطلع فيها وكرة تكون جاية لي فالحمد لله رب العالمين ما زيت النهار دا ربنا كاللتعبي ومجهودي وجبت جون هدف مميز جدا وواضح ان كان فيه تكميل واضح فيه تقول كنت متوقع اكرم كمان هيجي لك في حتة دي لكن الفينيش كمان مهم جدا من مميزات لعيب كرة القدم في نادي الآيلي هو الفينيش بتعمل مجو كبير لكن الفينيش دا مهم جدا طبعا يعني انا زيدت وكت عارف ان عالم لما تلعبت العالم على لوله عارف عشان كده رحت وورا منه عشان عارف انه ألعبها لي فروحت فاللعبها لي وجبتها جون يعني انا بشكر يعني اللعيبة كلها بتوقف جنبنا وبنموت نفسينا عشان خاطر الجماهير وعشان خاطر النادي وربنا يكرم يا رب في الفترة الجاية كميريا النادي الآيلي منتظر منكم كتير جدا هنحافظ ان شاء الله على بطولة الدورة العام تكون تلاتة وربعين معنا عندنا دور الأبطال عندنا كمان كاس العالم عندنا تحديات كبيرة جدا اكرم مع فريا النادي الآيلي لكن بالإصرار وبالشخصية النادي الآيلي اللي احنا بنشوفها معاكو واسقين فيكو بشكل كبير جدا انت عارف يعني النادي الآيلي ما بلحقش يفرح يعني لو الفرحة بتبقى يوم المكسب وخلاص وتاني يوم بنركز في المتشاط اللي جاية فطبعا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله وبناخد كل ماتش بماتشو ربنا يكرمنا الفترة الجاية عندنا بطولتين مهمين لازم ان شاء الله نكسب بإذن الله البطولتين عشان خاطر الجماهير ويا رب يعني يكون التوفيق محلفنا ان شاء الله حبيبي كل شكر تدير طبعا سواء لبدر بنون اكرم توفيق بيتسو مسماني كمان مدير الفني لنادي الآي للنهاردة قيادته الفنية كتر مميزة جدا كالعادة تغييرت حسين الشحات وتواجده يمكن بعض الناس اكيد هتكلم ان حسين الشحات نزل وطلع تاني لا رجل بيرايح ورجل عارف امكانية لعيبة ازاي وعارف ينزل لعيبة امتى ويبدأ طلعه امتى لعيبة النادي الآي كالعادة مصدر السعادة لكل جمهوري النادي الآي انا عايز بس اكد كابتن ايمن على نقطة مهمة جدا وهي طائر محمد طهر كلنا طبعا عايزين نتطمن وكل جمهوري النادي الآي عايزين نتطمن على طائر محمد طهر يعني اكيد هو اشتباه في كسر في الضلع ده اللي احنا نقدر نقوله ده يمكن تصريحات دكتور اسامة مصطفى بيتامل اشياء دلوقتي لطاهر محمد طهر لكن هي كادمة قوية جدا في الضلع دلق طق كده كابتن ايمن لكن ان شاء الله باذن الله ما بيبقاش في اي يعني امور مضعف او كسر مضعف او الكلام ده لكن من الواضح ان هي كادمة قوية جدا اثرت عليه بشكل كبير وعلى طول زي ما شفنا خرج لكن ان شاء الله باذن الله نتطمن على طهر محمد طهر وما يطولش مع النادي الآي عندنا غيبات واصابات عديدة جدا نتمنى بقاش في اي حد ينضم سواء لجيرالد ولا ناصر ولا السلية ولا افشا ولا ربيع لعيبة اللي غيبة عن النادي الآي لكن ان شاء الله بنطمن كل جمهير النادي الآي على طهر محمد طهر ان شاء الله يعود بالسلامة من جديد مستمري معك كابتن ايمن كالعادة من استاد الاهلي والسلام ولقاءات خاصة على شاشة قناة النادي الآي بعد فوز النادي الآي على نادي الاتحاد أسا كندري عود الستوري التحليل والكابتن ايمن شاوي